بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم وكل عام وأنتم بخير ورمضان كريم علينا وعليكم أعزائي المشاهدين طبعا أنا يعني بعتذر لهذا التأخير يا جماعة لأنه كان فيه ظرف طارئ فأخرنا شوي عليكم ولكن إن شاء الله يعني أكيد الذي يصير على الاستفادة أكيد حيكون موجود معنا في هذه المحاضرة الشيقة والرائعة وإن شاء الله تستفيدوا من المحاضرة اليوم محاضرة قيمة جدا يا جماعة وهذه المحاضرة من كتابي كيف تبحر في السوق الأزرق وتكون خارج حدود المنافسة المهتمين بالبيزنس وريادة الأعمال ومهتمين تطوير مشاريعهم من الضروري أنهم يتابعوا هذه المحاضرة لنهايتها لأن هذه جماعة تعطيكم أفكار رائعة جدا أنه فيها تطوروا هذا البزنس وتفكروا خارج الصندوق طبعا عنوان المحاضرة طبعا يا جماعة أنا المحاضرة موجودة على المادة تدريبية بورر بوينت إن شاء الله حرفها على الهايلايت وعلى الستوري الخاص بحساب إنستجرام ارفع هذه المادة وحمل هذه المادة ويقرأها أيضا طبعا أنا هشرحها الآن من الجهاز عندي موجودة كمادة تدريبية بتمنوا إن شاء الله تستفيدوا منها طبعا اللي بيحكي لنا كل عام وأنتم بخير أنا بحكي له يعني كل عام وأنتم بخير ساكسز تايم شكرا جزيلا رمضان مبارك علينا وعليك يا ساكسز تايم طيب يعني الآن أنا بعتقد خليني أنا أبدأ في المحاضرة وهو للأسف إحنا تأخرنا ولكن يعني إن شاء الله في المرات القادمة نحاول إنه إحنا نلتزم بالتوقيت الخاص بالمحاضرة طيب اليوم إحنا هنشرح طبعا عنوان المحاضرة كيف تفكر خارج الصندوق في إدارة مشروعك من خلال البلو أوشين استراتيجي اللي هي استراتيجية المحيطة الأزرق يا جماعة طيب شو هذه الاستراتيجية؟ الآن خليني أنا أدخل في الموضوع بشكل مباشر استراتيجية المحيطة الأزرق بتتكلم عن استراتيجية في البزنس الجديدة يا جماعة استراتيجية أعمال خاصة يعني بتطوير الأعمال طبعا من وضعها هذه الاستراتيجية؟ هو دبلو تشين كيم وريني مابورغن وضعوا هذه الاستراتيجية يعني عالمان في الإدارة يا جماعة وضعوا هذه الاستراتيجية طبعا هذول ما وضعوها من فراغ كيف وضعوها؟ وضعوها من خلال دراسة أكثر من 30 شركة خلال جماعة 100 عام تقريبا يعني هؤلاء درسوا الكثير من الشركات وتجاربهم وخبراتهم وفشلهم ونجاحهم وضعوا هذه الخبرات اللي هم درسوها وخبرة هذه الشركات في كتاب وهذا الكتاب موجود يا جماعة اللي هو يعني اسمه استراتيجية المحيط الأزرق الآن احنا بدنا نحاول كيف نستفيد من هذه الاستراتيجية ومن النجاح وفشل هذه الشركات ان شاء الله هنستعرض أيضا بعض قصص النجاح الخاصة بتلك الشركات طيب الآن خليني أنا أبدأ ب طيب أهل وسهلا بالحضور يا جماعة اللي عنده سؤال ممكن أنه يتفاعل معنا طيب أول حاجة خليني أنا أسأل من يشاهدني من معنا بفكر خارج الصندوق دائما سواء على مستوى الشخصي أو حتى على مستوى البزنس أو الأعمال من يفكر على يعني خارج الصندوق سواء في تطوير نفسه في تطوير شخصيته في تطوير البزنس الخاص به يعني كثير يا جماعة من الأمور أنه إحنا دائما تقليدين بنفكر فقط في إطار المشروع أو الشركة أو الشخصية اللي إحنا موجودين فيها طيب انصاف تحكي وشيت في تجربة سابقة أصبحت لديها نظرة أنه ممكن أشاهد المرأة لا إليها انصاف يعني أحاول تغيري هذه الفكرة عن نفسك ما بينفع حنتناول هذه الأسئلة يا إنصاف في إن شاء الله نهاية المحاضرة خلينا أنا أشرح المحاضرة وبعد ذلك نبدأ نشوف إذا في أسئلة يعني لديكم طيب أول حاجة يا جماعة لازم أنا أفهم أنه لازم أنا دائما دائما لازم أفكر خارج الصندوق في بزنس يا جماعة ما بينفع أنه أنا يعني اليوم البزنس كما هو يعني من سنة من سنتين من عشرة ما بينفع لازم أنا أتغير أتغير مع التريند اللي ماشي في العالم يعني مثلا اليوم خلينا نقول يعني فيه تطور مثلا أونلاين في متجات أونلاين يا جماعة فيه خدمات أونلاين فيه مواقع فيه مستجرة إلكترونية إذن لازم أنا أطور بزنسي وشركاتي بما يتلاءم مع مين مع الوضع اللي بيصير الحال أو مع التريند أو مع التطور إذن ما بينفع أنه أنا أضل البزنس يا جماعة كما هو أنا شخصيتي حتى مسوى الشخصي أو مسوى المهاري أو المهني أو الوظيفي أو يعني أي شيء يا جماعة أو شركتك أو بزنس ما بينفع أنه أنت تضل جامد كما أنت لازم أنه أنت تكون فليكسبل وتفكر خارج الصندوق طيب الآن خليني أنا أتطرق إلى شكرا يا دينا شكرا جزيلا يا أنس طيب أول شيء بدنا نفهم يا جماعة ما هو مفهوم السوق الأزرق أنا كشركة أو كبزنس أو حتى كمشروع بسيط أو كحق يعني أي شيء يا جماعة يعني أي يونت أو أي وحدة صغيرة تمثل بزنس أو أعمال فأنت لازم يعني تتطرق إلى مفهوم السوق الأزرق والسوق الأحمر أول حاجة خليني نقول مفهوم السوق الأزرق هو عبارة عن إيش يا جماعة عبارة عن الصناعات الموجودة اليوم الصناعات المألوفة الأعمال المألوفة تمام مفهوم السوق سوريا جماعة السوق الأحمر هذا تعرف السوق الأحمر السوق الأحمر هو عبارة عن الصناعات المألوفة المنتجات المألوفة المشاريع المألوفة اليوم أنت يعني مثلا صناعة الصيارات صناعة تطبيقات الهاتف المحمولة مثلا صناعة الجوالات هذه يا جماعة من الصناعات المعروفة تمام أهلا وسهلا بالمشاركين هذه اليوم من الصناعات المعروفة اللي بنسميها في السوق الأحمر طبعا إيش ميزت يا جماعة لإيش سوق الأحمر لأنه هي تتنافس فيما بينها قواعد التنافس معروفة وقواعد اللعبة معلومة المعلومات لديهم معلومة لدى الجميع فيش حاجة مخبية يعني قواعد اللعبة والسوق مكشوفة للجميع تمام يا جماعة فبالتالي هما بتنافسوا في ضوء هذه المعلومات المتوفرة هذه الشركات أو هذه المنظمات وكل شيء معلوم ومعروف لديهم عشان هيك إحنا بنسمي السوق الأحمر هو ليش يا جماعة نسبة إلى التناحر والتنافس اللي بصير بين هذه الشركات ليش؟ الكل بدو حاول يكسر التاني الكل بدو حاول مثلا أنه يضرب في التاني من حيث السعير أو الجودة وبحاول يتلاعب في الجودة أو في السعر من أجل الإطاحة بمين؟ بالمنافسين فبالتالي أنت هنا في سوق مليء بالدماء الحمراء أنت هنا مش قادر يا جماعة كبزنس أو كشركة تنهض بنفسك خصوصا الشركات المبتدئة يا جماعة دايما بتعاني في الصعود دايما نسب الفشل حليفة لمين للشركات المبتدئة والصغيرة ليش؟ لأنه للأسف الليدرز الموجودين في السوق ما بيخلهم ينهضوا فبالتالي بيحاولوا يحطموا هذه الشركات للصغيرة وهذه مشكلة الشركات يا جماعة الناشئة أو الصغيرة إنها لا تفكر بالإبحار في سوق أزرق لوحدها يعني للأسف هي بتيجي رقم 51 أو رقم 101 على السوق يعني ما بتجيب أي شيء جديد بتجي هي مجرد رقم إضافي لمين للأرقام الموجودة في السوق فبالتالي سرعان ما تزول من السوق ليش؟ لأنه ما جابت شيء جديد ما بتكرت حاجة جديدة وهذا يا جماعة بنسميه بالسوق الأحمر تمام يا جماعة؟ أتمنى مصطلح مفهوم السوق الأحمر واضح لجميع ومن يشاهدني يعني أحاول أنه أنت تسأل إذا حاجة مش واضح يا جماعة تمام؟ طيب إذن إحنا اكتطرقنا لموضوع السوق الأحمر وحكينا يا جماعة السوق الأحمر ما يميزه هو الميزة التنفسية لبورتر ايش هigan الميزة التنفسية لبورتر يا جماعة؟ اللي بتحكي أنه يا إما أنت بتعتمد السعر يعني فيه ناس يا جماعة بيتمدوا على السعر الأقل للمنتج أو الجودة بروح بعليل جودة أو بيلعب في الجودة تمام؟ يعني إما يا بميز المنتج بيتمد على الميزة التنفسية للمنتج أو بيقلل من التكاليف تمام؟ هذه هي الاستراتيجية الاعتيادية في السوق الأحمر أنه يعني إما يعتمد على تقليل التكاليف أو يعتمد على تمييز المنتج وبورتار يقول أنه فقط نعتمد على إحدى الاستراتيجيتين ما بينفع أنه أنت تعتمد الاستراتيجيين أو two strategies أنه تعتمدهم ما بينفع هذا هيك بورتار يقول لكن أنا في السوق الأزرق سوف نثبت عكس ذلك جماعة أنه أثبتت يعني طبعا خطأ نظرية مين يا جماعة بورتار التنافسية أنه إحنا ممكن نعتمد على two strategy في آن واحد في منتجاتنا في تقديم منتجات والخدمات طيب الآن خليني أنا أتطرق إلى مفهوم السوق الأزرق شو مفهوم السوق الأزرق يا جماعة هو عبارة عن الصناعات الغير معروفة والغير معلومة أو هي المساحات الغير مكتشفة في السوق أو هي عبارة عن الصناعات اللي بتكون غير موجودة أو أنا لا ألحظها يا جماعة فهمين أنا كيف اللي بحكي أو هي التي لم يصل إلي المناطق النائية من السوق والتي لم يصل إليها المنافسين بعد فبالتالي هي بتكون فرصة قوية لي أنه أنا أتطرق إلى أو أطرق هذا الباب اللي هو يا جماعة المساحات الغير مكتشفة أو المناطق النائية من السوق أو المناطق المجهولة أو المساحات التي لم يصل إليها المنافسون وهذه يا جماعة مهمة جدا لمن يود بدء بيزنس أو يود بدء فكرة مشروع رائع هذا من الأهمي والضروري أنه يعتمد هذا المنهجي أو هذه التحركات التي تعتمد على السوق كيك يسأل كيك دي عالم تسأل شو يا كيك ما قصدك نحن نتكلم عن موضوع مهم جدا بفهوم استراتيجية السوق الأزرق كيف تفكر خارج الصندوق في تأسيس مشروعك وفقا لإستراتيجية المحيط الأزرق أو السوق الأزرق الجماعة اللي عنده أي سؤال إحنا جاهزون أن نسمعه طيب فهمنا جماعة السوق الأزرق ما هو؟ طيب وكان أيضا هو من يسميه أيضا يا جماعة السوق الأزرق هو تعبير مجازي عن الأسواق الجديدة الفتية التي لم يصل إليها المنافسون بعد أو المتحركون الأوائل في السوق يعني يسمونهم النيدرز يعني كبار التجار أو كبار السوق يا جماعة اللي عنده في السوق هؤلاء لم يكتشفوا هذه المناطق الصغيرة فبالتالي أنت كشخص معتمد على السوق الأزرق أو للتحركات الاستراتيجية اللي هي الإبداعية تكتشف هذه المساحة تمام؟ طيب ممكن تسألني السؤال يا كيك لو أنت عايز يعني أي سؤال يعني اسألني لو سمحت يعني هنا أنا أقدر أجيبك إن شاء الله تعالى طيب خليني هنا نكمل يا جماعة ما هي المقارنة بين المحيط الأحمر والمحيط الأزرق تمام؟ أنا الآن يا جماعة هشوف فيك بسرعة من السلايدات أشرح لكم طبعا حرفه عن المادة التدريبية على الهايلايت الخاص بالحساب 10 minutes يوسف أيضا حرفه على القناة قناة اليوتيوب تمام؟ عشانك تابعوني وتابعوا المادة التدريبية وارفعوها جماعة وإقرأوها هذا مهم جدا طيب اسأل يا كيك تفضل طيب أول حاجة بدي أقارن المحيط الأزرق يا جماعة مع المحيط الأحمر من حيث مساحة السوق إيش يعني مساحة السوق؟ يعني المنافسة بتكون يا جماعة في السوق الأحمر في نفس مساحة السوق يعني بتلاقي خمس سلاف شركة بتخبط في بعض الجماعة قادي بتصارع في بعض قادي بتنافس في بعض وبتكسر في بعض فبالتالي ما في أحد بفوزه وكله يا جماعة بيحاول يهزم الآخر يعني هي بتعتمد على هزيمة الآخر تمام؟ الشركات أو المنافسين بيحاولوا يكسروا في بعض وبيحاولوا أنهم إيش يا جماعة يخرجوا الآخرين من السوق ويمتلكوا السوق لواحدهم هذه هي يعني بتعتمد مساحة السوق أو التنافس في هذه المساحة طبعا السوق الأصدق شو يعتمد يا جماعة أنه أنا أنشئ مساحة جديدة من السوق ما يعني بضع نفسي في بوضع التنافس أنا بنشئ مساحة خاصة بي يا جماعة وبلعب لوحدي في السوق وبارتاح وبريح راسي تمام؟ وبطلح منتجاتي وببيع منتجاتي وأنا هيك آخر انبساط يا جماعة تمام؟ وآخر نجاح أنا ببعد عن المنافسين بقولهم أنا إيش يعني سلام عليكم أنا لوحدي في هذا السوق هذه ميزة السوق الأزرق وجماله وحلاوته تمام؟ طيب اتنين شوف يا جماعة طبيعة المنافسة قلنا في السوق الأزرق يا جماعة أمر المنافسة غير مطروح تماما إذن أنت كشركة كمشروع بتأسس أو يعني تأسس البنزة الخاص بك على مبادئ وتحركات واستراجات السوق الأزرق أنت بتقول المنافسة أنا إيش أريد عنك يا منافسة أنا ما في حاجة أسمها منافسة في السوق الأزرق بينما في السوق الأحمر المنافسة هي الأساس أنه أنا كشركة يجب أن ألحق الهزيمة بمين بخصمي كي أسود وأبقى في هذا السوق هذه هي المعيار الأساسي يا جماعة لمين لمن يعملون في السوق الأحمر للأسف لاحظوا تعالوا يا جماعة أنتم بتشوفوا هذا في السوق بتلاقي واحد منزل الأسعار بتلاقي واحد بلعب لك في الجودة بتجي بتقول والله هذا كان كويس أول ما بدأ لكن صار يغش مثلا أو صار يغش يعني في منتجات وهكذا يا بتلاعب في جودة أو بتلاعب في أصعب تمام؟ طيب نشوف طبيعة الطلب من حيث السوق الأحمر والأسرق قلنا السوق الأحمر يا جماعة بيعتمد على حجم الطلب الموجود لديه يعني ما بيفكر يا جماعة يعني يجيب طلب جديد يجذب طلبا جديدا تمام؟ السوق الأحمر دائما الشركات بتركز على الطلب الموجود عندها ما بتحاول أنه هي تفكر خارج الصندوق وتحاول تجذب طلب جديد لديها زبائن بسهم جدد يعني بيعتمد للأسف السوق الأحمر على الزبائن الحاليين الموجودين عنده يا جماعة وبحاول يبعيل لهم أكثر وبحاول أنه يعطيهم عروض أكثر بحاول يعطيهم خصومات أكثر عروض فريدة وهكذا هو بيشغل على هذا الجانب للأسف يا جماعة وممكن يشتروا كما يشتروا طيب أنت ليش يا أخي يعني تبذل كل طاقتك وجودك في الزبائن الحاليين يا أخي حاول أنه أنت تخصص نوع يعني بعض الموارد المالية لديك والجهود والأفورتس في مين في جذب طلب جديد لديك فبالتالي هذه من الإستراتيجتي اللي لازم نحط يا جماعة أي شركة أو أي بيزس أو أي مشروع بادي حط هذا الكلام في عقلك طيب نحن نحن نقارن بين السوق الأحمر والسوق الأزرق يا جماعة باستراتيجية الكلفة والقيمة الآن لاحظوا يا جماعة السوق الأحمر بيعتمد يا إما قيمة أو إما كلفة يعني إما إذا لو أنا والله بدي أنا مثلا في البحث بالتطوير تمام يا أحمد لو أنا يا جماعة في السوق الأحمر بدي أحاول أرفع من الجودة بالتالي أنا لازم إيش يا جماعة أعمل أرفع من الـ باست تمام هذا يعني ما في أمكانية بدك يعني ترفع الجودة لازم ترفع من التكلفة ترتفي عندك التكلفة هذا من في السوق الأحمر بينما في السوق الأزرق لا ما في حاجة اسمها أنه أنا لازم عشان أرفع القيمة الأديد فاليو أو الباير فاليو لازم أنا يعني خلينا نقول نرفع من التكلفة لا بالعكس السوق الأزرق ماذا يقول يقول أنه أنت ممكن ترفع القيمة المبتكرة يا جماعة أو الباير فاليو المقدمة للزبون وتقلل من الكوست هذا مهم جدا يا جماعة يعني ركزه معي السوق الأزرق بيحكي أنه أنت ممكن ترفع من القيمة المقدمة للزبون وتقلل من الكوست في نفس الوقت لكن السوق الأحمر ماذا يقول بيحكي لك إذا بدك ترفع القيمة تمام لازم أنت أيضا تضخ فلوش على هذه القيمة هذه نقطة مهمة طيب السوق الأزرق بيقول لك لا ما في كلام هذا أنا ممكن بطرق إبداعية وبتحركات استراتيجية رائعة ونوعية أنا ممكن أرفع لك القيمة ونزل لك الكوست في نفس الوقت أخفض يعني الكوست طيب حنقول يا جماعة أمثلة على هذا الكلام أنا ما بحكي لك كلام نظري أحكي لك بعض الأمثلة العملية الآن يعني بعد قليل طيب الأنشطة المنظماتية الأنشطة يعني يا جماعة اللي بتصير في المؤسسة أو في الشركة البروسيس تمام شو يا جماعة هذي بنحكي في المحيط الأحمر بتكون تبعية أنشطة المنظمة لمين للخيار الاستراتيجي إما التمايز أو قيادة الكلفة إحنا حكينا يا جماعة بورتر حكي عن مين يا جماعة أنه ما بينفع المؤسسة أنه تعتمد أكثر من استراتيجي تمام لازم بحكي لك يعني تعتمد استراتيجية واحدة إما الكوست ليدرشيب أو التمايز اللي هي الديفرينشيشن تمام بقول لك أنه بورتر ما بينفع أنه تعتمد أكثر من استراتيجية واحدة المنظمة أو المؤسسة طيب شو بنحكي بقول لك يا إما تتمد التمايز الشركة أنه خلاص بدأت تتميز خلاص التمايز تمشي عليه أو أنها تقلل من تكلفة المنتج يا إما استراتيجية هاي أو استراتيجية أما تو استراتيجي ما بينفع لكن السوق الزرق كسر هذه النظرية حكينا طيب أنشاطة المنظمة يا جماعة قلنا هي تابعة للخيار الاستراتيجي بتكون لمين يا إما للتمايز أو إما للتكلفة هذا ميم في السوق الأحمر لكن في السوق الأزرق يا جماعة حكينا أنه أنشطة المنظمة تابعة بمجملها لمين للسعي وراء التمايز والكلفة معا يعني السوق الأزرق بيحكي لك أنا أنشطة المنظمة بتكون يا جماعة كلها بتشتغل فيه اتجاه أنه هي تقلل التكاليف وأيضا تتميز في المنتج شوفوا روعة السوق الأزرق بيحكي لك أنه يا جماعة الأنشطة المنظماتية اللي بتصير في المنظمة يعني إيش الأنشطة المنظماتية يا جماعة يعني المشتريات المبيعات يعني خدمات البيع خدمات ما بعد البيع مثلا الإنتاج وهكذا هذه بيسمية الأنشطة المنظماتية هذه كلها في مجملها بتصبوا في تقليل الكلف وفيه التمايز وإيجاد الميزة التنفسية معا في أين وحده في السوق الأزرق ولكن في السوق الأحمر بيحكي لك لا ما بينفع الأنشطة المنظماتية إما بتكون تحت موضوع التمايز أو التكلفة تختار واحدة من التنتين تمام؟ وهذا ما نص عليه بورتالي جماعة في استراتيجياته هيك حكينا المفارقات بين المحيط الأزرق والأحمر الآن لو أنا مؤسس أو منظم أو حتى مشروع تجاري أنت يعني اللي بتشاهدوني يا جماعة يمكننا دايكم مشاريع أو أفكار لو أنت الآن في المحيط الأحمر أو في السوق الأحمر كيف تنتقل إلى السوق الأزرق؟ مين يجيبني على هذا السؤال؟ إذا من لحد اللي بتابعني يا جماعة لا مش غريب يعني هي في 2015 يا أحمد يعني طب قل لي إيش الغريب في الموضوع أنا عشان يعني أبسط لك هذه الغربة أحكي لي شو الغريب يعني من شو أنت مستغرب يعني عشان أنا أقدر يعني أبسط لك الأمر أكتر إذا قلنا ما هو الغريب بقل لي ما هو الغريب عشان أبسط لك كيف نيجي مع بعض طيب كيف تيجي مع بعض ممكن تأطيني مثال على منتج مع السوق الأزرق نفس الاستراتيجيتين شوف يا أحمد أنت يعني بدك تسبقني للشرح ولكن خلينا أنا أضرب لك مثال شوف الآن يا أحمد ساوث ويست إيرلاينز تمام اللي هي شركة رائدة في مجال الطيران هذي شو ساوت هذه الآن ذهبت ودرست المنحنة التنافسي الخاص بها والخاص بمين يا جماعة بصناعة الطيران فوجدت شركات الطيران جميعها تقدم الوجبات لمن؟ للركاب بأسعار باهظة يعني نضرب مثال فوركزان من 50 دولار مثلا الوجبة نقول وجبة الطعام المقدمة في شركات الطيران 50 دولار هذه الشركة ساوث ويست إيرلاينز شو اشتغلت يا أحمد؟ ذهبت إلى مجال النقل البري تمام؟ ذهبت ودرست المنحنة التنافسي لقطاع النقل البري فوجدت أنه بقدمه ووجبات بسعر خلال نقول منخفض أو بسيط تمام؟ فقالت هي يعني ذهبت يعني أفكر خارج الصندوق ليش طب إحنا منقلل من تكلفة هذه الوجبات وأحاول أني تقليل التكلفة في الوجبات المقدمة لرواد أو ركاب الطائرة أني أحاول ألعب في سهر التذكرة يعني أقلل من سهر تذكرتي مقابل يعني أنه شركات الطائرة أنتم بتعرفها جماعة تذاكرت أصار تذاكر شوية عالية مرتفعة فبالتالي شو عملت شغلت على أنه قللت من يعني جودة خلنا نقول مش جودة يعني قللت من سهر الوجبة تمام؟ وخلته سعر مناسب معقول ريسنبل يعني بدل مساء جماعة خمسين دولار خلته عشرين دولار وذهبت شو عملت يا جماعة قللت من يعني عوضت هذا الفارق في سهر الوجبة في سهر التذكرة فبالتالي هنا خلت يا جماعة أو جعلت أنه شيء قللت من التكلفة في موضوع الوجبات تمام؟ وأيضا عملت على أنه قللت من السعر قللت من سهر التذكرة هيك هي مين يا جماعة؟ كسبت أن تكسب مين زبائن جدد يا جماعة الزبائن اللي كانوا ينظروا على سهر التذكرة أنه هي غالية شوية أو مرتفعة الثمن أصبحت ساوثيست إيرلاند توفر له أسعار تذاكر بأسعار محقولة تمام؟ فبالتالي هنا تميزت ساوثيست إيرلاند من خلال أنه هي ركزت على عناصر التنفسية من مجال قطاع النقل البري فكرت فيما وراء الصندوق يا جماعة خارج الصندوق ذهبت إلى قطاع يخالفها نقل البري وأخذت منه ميزة تنافسية ونقلتها إلى المنحانة التنفسية الخاص بها وهيك هي أبحرات في سوق أزرق يا جماعة بهذه الطريقة تمام؟ أتمنى تكون الصورة وضحت يا أحمد وهنا حنشرح يعني شوية يعني لقدامشه بس إنتسبكت أنا وضحت لك إذا عشان تفهم أكثر طيب هناك أيضا طريقة أخرى رفع الجودة وخفض الثمن لكن الأثمان التي يتم نقص فيه من منتج مثلا A ونعوض فيه منتج B نرفع فيه نسبة من الثمن لا يا ما بينفع يا حياة أنه أنت مثلا يعني تنقص في منتج مثلا A وتعوض في المنتج B يعني ممكن ممكن هذه يعني بتصير بتصير أنه مثلا يعني منتجات ما عليها بيع مثلا ممكن أنت تنزل من السير أو تعمل زي ما نقوله يعني سير مخفض للزبائن أو حملة مثلا معينة وترفع الثمن مثلا فيه منتجات أخرى ولكن هذه بدأت دراسة يعني ما بقدر أنا ممكن أنا ممكن لو رفعت السير في منتج آخر ممكن أنا مثلا يكون عزوف عن شراء هذا المنتج فبالتالي هذه بدأت برضو تدرسها قبل أنه أنت تقدم على هيك موضوع لكن أنا بحكي لك مش هيك يعني السوق الأزرق لا يفكر بهذه الطريقة تمام؟ أني أنا أنزل والله من السعر منتج وأرفع من السعر منتج آخر لا مش هيك السوق الأزرق يا يحيا أنا عندي عناصر تنافسية بدرسها بشكل شمولي وبحاول ألعب في عناصر تنافسية معينة تمام؟ أقلل بشكل بسيط وأنزل بشكل بسيط بحيث أنه لا يلتفت إليه الزبون أما أنت لما ترفع سعر منتج وبتقلل سعر منتج هيك بينتبه له الزبون تمام؟ فهدي لا أنا يعني بحاول أنه ألعب في عناصر تنافسية تمام؟ يعني مثلا مثلا أنا لما أقلل سعر الوجبة مثلا في مجال مثلا يعني في المثال اللي ذكرته تمام؟ وأحاول أني أنزل من سعر سعر التذكرة هيك أنا انتبه الزبون أني أنا قللت من ثمن شيء هو لصالحه تمام؟ مش أنا قللت من سعر ورفعت في سعر آخر هذه مشكلة يعني بتكون ربما يكون هناك عزوف عن شراء هذا المنتج فهي بدأ انتباهي يعني وتركيز أكثر طبعا يا رحاب السوق الأزرق هي بالعكس هي استراتيجية تتبنى تطوير المنتج وتنمية المنتج خلينا أحكي لك أنه الآن أنا قاد بحكي كيف أنتقل من السوق الأحمر إلى السوق الأزرق تمام؟ من خلال ابتكار القيمة نموذج يا جماعة ابتكار القيمة للبرو أوشن استراتيجي تمام؟ هذه بتخليني أني أنا أطور من منتجي بشكل إبداعي ورائع تمام؟ هنتكلم عن ابتكار القيمة شو هو ابتكار القيمة مما يتكون وشو المؤشرات اللي بتخدمني أني أطور أنا منتجي طبعا هذا يعني يا رحاب ممكن تطور منتجك ولكن خلينا أحكي لك يعني مهم جدا اقرأي هذه المحاضرة واستمعي لنا إن شاء الله يعني حسير عندك open mind لموضوع تطوير المنتج يعني أنا بنصحك تعمل strategy canvas لموضوع منتجك يا رحاب strategy canvas يعني تشوف العناصر التنافسية الخاصة بمنتجك تمام؟ يعني السعر مثلا المواصلات مثلا لو في عندك وجبات لو في عندك مثلا يعني هذه العناصر لازم تحتاج دراسة تكاملية شمولية وتلعبي في هذه العناصر وتشوفوا كيف أنت بدك تطوري مثلا ترفع من مستوى معين تقليل من مستوى معين مثلا تدرسي يعني حاجة أنا يعني بعد قليلة هحكي لك كيف ممكن أنه أنا أطور أكثر من منتجي طيب ما في سؤال طيب خلينا أكمل جماعة كيف أنا أنتقم من السوق الأحمر إلى الأزرق من خلال نموذج ابتكار القيمة وقلنا ابتكار القيمة يا جماعة هو العملية الأساسية لتكوين استراتيجية المحيط الأزرق أو السوق الأزرق اللي أنا بس عمين خلاله أني أتفرد وأتميز بمنتجي أو بمنظمتي أو بشركتي أو بمشروعي تمام؟ طيب إيش عن ابتكار القيمة يا جماعة؟ بين قصين أني أنا لازم أبحث عن طرائق جديدة طرق جديدة أساليب جديدة ابتكار أفكار جديدة لم يتناولها الآخرين تما جماعة؟ احفظ البنقصين أنه إدخال طرائق جديدة أساليب أفكار أدوات تحركات لم يتناولها الآخرون يا رحابي اللي كنت تسأليني كيف أطور منتجي بدك تعتمدي هذا المبدأ وهذه القاعدة أنه إدخال طرق جديدة أساليب أفكار تحركات استراتيجيات لم يتناولها الآخرين هدولي لي طيب أنا كيف يعني هتبنوها أنت لازم تفكري لازم لازم تفكري وخليظة أحكي لك أنا مش أنه أنت والله يتفكري آه طب شو أعمل أعصر مخي يعني لا أنا حعطيك بعض المبادئ والاستراتيجيات المفيدة والرائعة أنه أنت تساعدك على عملية التفكير وتساعدك أنك تفكري خارج الصندوق في عنا يا جماعة ست مبادئ مهمة جدا في البلو أوشن استراتيجي ست مبادئ هذه يا جماعة أنا مذكورة في كتابي كيف تبعث في السوق لازمتور خار الحدود المنافسة ولكن أنا مش حقدر أذكره في هذا ليف لأنه المبادئ طويلة جدا مفصلة كتير أنا حذكر أهم مبدأ إذا أنت بدك تحاول تشوف المبادئ الأخرى يا جماعة حاول أنه أنت تقتني هذا الكتاب تمام؟ اقتني هذا الكتاب في تفاصيل كثيرة جدا وأمثلة على هذه المبادئ طيب خلينا أمشي في الموضوع يا جماعة الآن أنا وصلت إلى نموذج العمل الخاص بالسوق الأزرق ما هو البزنس موديل؟ ما هو البزنس موديل الخاص بالبلو أوشن استراتيجي؟ طيب ما فيش أسئلة تمام؟ ما في أسئلة سنادي بتحكي ما فائدة البث هو سنادي أنا حنتكلم عن موضوع البلو أوشن استراتيجي استراتيجية المحيط الأزرق ودورها في ابتكار أسواق جديدة كيف أفكر خارج الصندوق في تطوير مشروعي الخاص طيب نشوف زينب تسأل كنت عايزة أسأل إذا ابتديت في عمل مشروع بس اللي ناقصني في اختيار الألوان مو كهذاك توضح الألوان اللي تجيزي بالناس أو الألوان اللي من المرجح أن يعملها شوفي يا زينب أنا والله من خلال أني أنا بشوف يعني خلال دراسة للبزنس والاستراتيجات والأدوات ومن خلال أنا بشوف برضو الديزاينرز كيف بيشتغلوا التصميمات وكيف أنه الناس بيرشحوا لهم ألوان حاولي تبتكري موضوع الأزرق يعني اللون الأزرق في شعرك لكن اللون الأزرق أنا بحبه كلون يعني بيرمز إلى البزنس والتجارة وأنا يعني تقريبا خالأ أقول لك يعني محاكاة بالسوق الأزرق وأنا بدرس يعني في موضوع السوق الأزرق بحب أنه اللون الأزرق كثير كشعار اللي في التجديد والتطوير لأنه هو شعار يدول على الابتكار تمام؟ هذا مهم جدا لكن أنا خلينا أحكي لك يعني في مثلا يعني بعض المنتجات أحيانا ممكن تحتاج ألوان يعني خاصة يعني زي مثلا الشوبينغ مثلا الملابس مثلا الميك أب مثلا يعني هذه المنتجات أعتقد إلها ألوان وشعارات معينة ألوان خاصة يعني ممكن تكون تحتاج إلى أنه تجذب أكثر تلفت النظر أكثر تمام؟ يعني بدك أنت تشوف إيش يعني الأشياء يعني بدأ دراسة خلينا أحكي لك أنت حاولي تشوفي شركات أنا برصحك نصيح يعني شوفي الشركات العالمية خصوصا على أمازون موقع أمازون وشوفي إيش المنتجات مثلا زي الملابس زي مثلا الاكسسورات زي واوا والآخرة وشوفي هذه الألوان كيف التصميمات الغالب إلها في شعارات شركاتها وحاول أنه إنت تشوفي تقتدي بهذه الألوان يعني تمام؟ طيب أستاذ أنا أنشأت أكاديمية تدريبية وكوتين كيف أتميز في السوق؟ طيب يا أحمد والله سؤالك مهم يعني شوف أول حاجة يا أحمد أنا بحكي لك أنه كيف بدك تتميز في السوق؟ أول شيء أنا بحكي لك بدك تشوف تدرس يا أحمد الاستراتيجات الموجودة في سوقك تمام؟ في التدريب يعني خصوصا في مجال التدريب هاي أول نقطة وتعمل لنفسك منحنة أنت اعمل لنفسك منحنة البزنس كانفاس تمام؟ اعمل لنفسك هذا أو الموديل بزنس اعمل لنفسك موديل بزنس للأكاديمية يعني أنت مثلا كيف أسعارك؟ شو المجالات اللي بتدرب فيها؟ شو موضعك في السوق؟ كيف البرايسيز؟ كيف مثلا خلنا نقول لك مثلا أشياء بتمنزك مثلا عندك علاقات ودية؟ كيف الكمنيكيشن سكيلز مثلا في أداء مؤسستك ومنظمتك؟ اعمل لعناصر تنافسية ويعطي لنفسك أوزان أو غريتز تمام؟ واذهب إلى خلينا أحكي لك إلى يعني أفكر خرج الصندوق اذهب إلى مثلا قطاعات أخرى اذهب إلى قطاعات أخرى شوف كيف هم تميزوا ونجحوا في مجالاتهم تمام؟ يعني قريبة خلينا نقول لها related بالتدريب هذا أنا بحكي لك كيف تفكر خرج الصندوق تمام؟ مش تقول عني أنا مش عارف تمام؟ لأنه خلينا نحكي لك يا أحمد أنا بقول لك أنه في البداية لازم تبحث في صوقك أنت في التدريب شوف الشركات اللي نجحت وشوف الميزات العناصر اللي بتميزها تمام؟ واذهب إلى قطاع أيضا بديل نسميه الصناعات البديلة قريبة من مجالك يعني من الترينيج زي مثلا زي ما حكينا مجال الطيران ذهبت إلى مجال النقل البري يعني ما بعدت كثير ما شطحت كثير يعني خلينا نقول شطحت شوية يا أحمد بس شطحت بمنطق أنا ذهبت إلى قطاع النقل البري وشايفت شو الأشياء اللي بتميزوا فيها ونقلتها لمين للمنحانة التنفس الخاص بها واستفادت منها كثير فإنها قللت أسعارها تمام؟ مثال يعني أنا بضرب لك واسمعني إلى الآخر تمام يا أحمد هذه الاستراتيجية اللي لازم أنت تفكر فيها اليوم طيب وخلينا أحكي لك أيضا فكر بخلق بكرياشن كرياشن خلق عناصر تنافسية جديدة تمام يعني مثلا شوف إيش المنافسين عندك ما بتميزوا فيه وأنت تميز فيه شوف إيش المشاكل المتدربين بيطلبوها وبعانوا منها مثلا في شركات المنافسين الخاصين بكل الأكاديميات الأخرى وانت توفر هذا الشيء تمام؟ هيك انت بتجذب شوف والله مثلا دوراتهم إيش طبيعة الدورات؟ شوف المحتوى تابعهم شوف هل هو ذو جودة منخفضة ولا متوسطة ولا عالية؟ انت شوف الجودة وحاول تلبي جودة أعلى من هذا المحتوى تمام؟ هيك لو انت اللي بتاع العناصر هادي بتبلش بتبدأ تفهم أكثر تمام يا أحمد؟ وهيك وخلينا أنا برضو يعني أعطيك بعض الشغلات إن شاء الله في تفهم أكثر برضو أنا إيش بتكلم؟ شكرا جزيلا يا أحمد أنا مستمتع يعني معك يعني طيب خليني هنا أنا أيضا طيب وصلنا يا جماع لنموذج العمل الخاص بالسوق الأزرق حكينا فيه عنصرين المهمين يا جماع في الموديل الخاص بالبلو أوشن استراتيجي ما هما التكلفة الكوست ومين والباير فالي والقيمة المقدمة للزبون طيب أنا شو الفكرة يا زيما من هذه العنصرين؟ أنا بفضل أقلل من التكلفة وأرفع من القيمة المقدمة للزبون أقلل من التكلفة وأرفع من القيمة المقدمة للزبون لغاية ما أصل لمنطقة مشتركة يا جماعة بنسميها الباير أو الفاليو انوفيشن الفاليو انوفيشن يعني القيمة المبتكرة منطقة القيمة المبتكرة اللي أنا لو وصلتها أنا بضمن نفسي اللي أبحرت في سوق أزرق جديد لوحدي إذن من خلال أن أقلل تكلفة يا جماعة وأرفع من الجودة القيمة المقدمة للزبون طيب هتقول لي طيب أنا كيف يا أخ يوسف أحقق هذا الكلام؟ كيف أنا أقلل من الكوست؟ كيف أنا أرفع من الجودة؟ بحكي لك السوق الأزرق نص على إيش يا جماعة؟ إنه في عندك عنصر مهمية الاستبعاد وإيش؟ والتقليص إني أستبعد عناصر وأقلص من عناصر ما هي العناصر هذه اللي أنا بدي أقلصها؟ هذا أنت إيش يا جماعة بتشغل مخك؟ ما هي العناصر اللي بدي أقللها؟ وما هي العناصر اللي بدي أستبعدها يا جماعة مني البزنس الخاص بيه؟ هيك أنا بقلل تكلفتي يعني أضروا بمثال سريع التكاليف التشغيلية يا جماعة لو أنت نظرت إلى البزنس الخاص بك هتلاقي والله شغلات كتيرة أنت بتنفق عليها بتضيع عليها فلوس وهي ما هي محتاجة يا جماعة؟ لو أنت دققت فيها النظر وحاولت أنه أنت تدرس ما هي الفائدة منها هتلاقي فيه أشياء كثيرة يا جماعة ويستنج لفلوس ويستنج للتايم تبعك فبالتالي لو أنت استخدمت عنصر أنك تقلل من هذه العناصر أو تستبدها أصلا هيك أنت تقلل من التكلف وحضروا بلك مثال بعد قليل على شركة سرك الشمس الكندي اللي هي تربعت على عرش الصادرات والإرادات الجماعة في صناعة السرك العالمي حنقول لك قصة هذا السرك وكيف هو أبحر في سوق أزرق لوحده وكيف هو طبق هذه المشارات اللي أنا بتتكلم عنها تمام؟ طيب نيجي للعنصر الثاني وهي رفع قيمة المشتري كيف يا جماعة الأيدت فالو أو الباير فالو كيف أنا بترفعها؟ بحكي لك جماعة في عنصرين مهمين هما الكرياشن والإنكريزينج إيش يا جماعة يعني الإبتكار أو إنشاء عناصر جديدة لاحظوا حصر خطوط حمر على جديدة إنشاء عناصر جديدة الكرياشن يا جماعة أول إن الكريزينج هي الزيادة زيادة عناصر طيب إنت هتقول لي يا أستاذ إيش يعني؟ حكي لك يعني مثلا مثلا ساوث ويست إيرلانز ماذا فعلت يا جماعة؟ عشان هي تبحر في سوق أزرق زودت عنصر حاجة من سمية جماعة العلاقات الودية كيف هي العلاقات الودية؟ يا جماعة بحثت في المنحنيات التنافسية ليه؟ شركات الطيران العالمية وجدت أنها لا تتميز بعنصر العلاقات الودية لا تتبنى العلاقات الودية ما في عندك كوميونيكيشن ودي بينها وبين زبائنها هذا مفقود يا جماعة علاقته فشو عملت؟ ذهبت إلى هذا العنصر وعملت على تطويره شوفوا روعة ساوث ويست كيف فكرت وجدت أن شركات الطيران العالمية لا تركز على العلاقات الودية فأخذت هذا العنصر وأوجدته في البزنس مودل الخاص بها فتميزت في هذا العنصر وبنت علاقة رائعة وخلت الزباني جماعة عندها ولاء وإخلاص للشركة طب أضرب لك مثال كيف يعني؟ كانت يا جماعة جيب من عالم ديزني فرق من عالم ديزني ويجيبهم على مين يا جماعة؟ على الطيارة تخلهم يصعدوا إلى الطائرة وتخل بعض المهرجين يجوا على الطائرة يعني عالم ديزني معروفين يا جماعة يعني يدخلوا المرح والضحك والتسلية على قلوب وشفاه الركاب فبالتالي يتكسر حاجز الخوف والرهبة لمين المسافرين قبل ما يطيروا وتقلع الطائرة فبالتالي كانت تتخلي المسافر يضحك ويبتسم قبل ما يقل في الطائرة بتكسر حاجز الجليد والخوف اللي كان يعني شوفوا كيف عملت فبنت هذه العلاقة الوجودية فأصبح المسافر أول ما يفكر يا جماعة أنه يطير ويسافر بسرعة بدون تفكير يفكر في مين؟ في ساوت بيست إيرلايز هذا يعني مثال أتمنى أن يكون وضح الفكرة خليني يا جماعة الآن من لديه سؤال خليني أوضح أنه ما هي المؤشرات الأربعة لهذه الاستراتيجية المؤشرات الأربعة وكيف يا جماعة البزنس موديل الخاص بسرك الشمس الكندي يطبق هذه الأربعة مؤشرات الأربعة على البزنس موديل الخاص به أول حاجة سرك الشمس الكندي يا جماعة ما أعرف أنه أي سرك تقليدي شو بيعمل؟ عنده يا جماعة مهرجين عنده نجوم محترفين بضحكه وبعملوا نوع من المخاطرة الألعاب يعني الخطرة في عندك حيوانات مفترسة في عندك مثلاً مهرجين بيقوموا بأشياء بهلوانية وهكذا هاي السوق السرك التقليدي اللي احنا متعودين عليه طيب خلينا شوف ماذا فعلت سرك الشمس الكندي يا جماعة لتبحر في سوق أزرق لوحدة ماذا فعلت؟ خلينا أحكي لك قصتها هذولا كانوا جماعة عبارة عن مجموعة من الهواء هواء يعني في الشوارع كانوا يعملوا عروض تماماً استعراضية وكانت تنال إعجاب من الجمهور هذه الشركة سرك الشمس الكندي ماذا فعلت بعد ذلك؟ طورت من أدائها شو صارت تعمل؟ اعتمدت المؤشرات الأربعة جماعة اللي حكينا عن قبل قليل أول شيء استبعدت ماذا استبعدت لكي تبحر في السوق الأزرق؟ طبعا هي درست مين يا جماعة؟ درست منافسيها ذهبت إلى الاستراتيجي الخاص بنافسيها ودرستهم كويس وبدت تبدع وتفكر في أشياء خارج الصندوق شو فعلت؟ أول شيء عروض النجوم استبعدتها حذفتها يعني عروض النجوم والمحترفين استبعدت هذا العنصر طيب حتقول لي طب إيش فادة هذا العنصر؟ هي استبعدت بحكيه لكنه هي قلل ها جينا للعنصر تاني قلل يا جماعة من وين؟ من الكوست قلل من الكوست لأنه ليش يا جماعة لما أنا أجيب نجوم ومشاهير هدولا بكلفوني بدفع لهم فلوس فبالتالي هي استبعدت موضوع النجوم تمام؟ هذه المهمة هيك قللت من التكلفة اللي حكينا عنها وين يا جماعة؟ في الموديل الخاص بالبلو أوشن استراتيجي طب شو عملت كمان؟ عروض الحيوانات المفترسة استبعدتها أيضا طب شو فعلت؟ قال يا جماعة ليش؟ ليش استبعدتها؟ خلينا نعرف ليش استبعدتها؟ لأنه بتكلفها رعاية طبية بتكلفها أيضا نظام الأكل والغذاء أيضا فوجدت أنه يا جماعة الحيوانات وتربيتها وترويضها ورعاية صحي تكلفها أثمان باهظة فهي استبعدت هذا العنصر وفرت فلوس فلوس بشكل مخيف يا جماعة شوف كيف وفرت فلوس حكينا عن العنصر توفيريش الكوست إذن استبعدت عروض النجوم والمشاهير اثنين اثنين يا جماعة أيضا عملت على استبعاد عروض الحيوانات المفترسة أيضا يا جماعة مالها مبيعاتها كانت تعتمد على الأماكن المتميزة فيستبعدت هذا العنصر أيضا أنه يكون عندها أماكن متميزة اعتمدت أن يكون عندها فقط مكان فريد مكان واحد للعرض مكان فريد ومتميز بدل من الأماكن المتعددة هي هيك وفرت يا جماعة كوست كثيرا تمام فهذه الميزات يا جماعة والانصر اللي حكينا عليها هي جحلتها أن تبحر في السوق الأزرق طيب نيجل على العنصر الثاني ماذا خفضت أو إيش قللت يا جماعة قللت من إيش الفكاهة والضحك أنتوا بلاحظين السرق التقليدي إيش يا جماعة والانصر على الضحك الكثير والفكاهة الكثيرة والخطوة والمخاطر هذه يا جماعة لا أقل لك أنا أريد إيش أقلل من هذا الموضوع العنصر أني قللت من الضحك والمرحل الكثير وقللت من موضوع المخاطرة فبالتالي هي تميزت عن مين عن مثيلاتها ونفسها في السوق الأحمر طيب خلينا أقول لك أيضا زودت يا جماعة كان صار عندها مساحة واحدة للعرض يعني مكان واحد ومتميز بدل من الأماكن المتعددة هيك أيضا هي زودت هذا العنصر فبالتالي هذا ما يذهب شوية كمان طيب نيجي لعنصر الكرييشن اللي هو حكينا عنه إنشاء عناصر جديدة ماذا فعلت يا جماعة هي أول شيء عملت بيئة محسنة يعني حسنت البيئة بيئة العرض حسنت خليتها بيئة متميزة أيضا شوفوا آلت يا جماعة ذهبت إلى المصرح وأخذت منه شوية منتجات يا جماعة وذهبت أيضا إلى البالي أو فن البالي وأخذت منه شوية ميزات وجمعت هؤلاء الميزات وين يا جماعة في سرق الشمس الكريي إحنا إيش قلنا عشان تبحر آه عشان تبحر في السوق الأزرق لازم تفكر خارج الصندوق ذهبت شوفوا وين يا جماعة وذهبت إلى المصرح عالم المصرح وذهبت إلى عالم البالي والرقص والموسيقى والفن وأخذت عناصر وأخذت عناصر من هنا وجمعتها في مين في هذا السرق أو في هذه الشركة شوفوا كيف فكروا خارج الصندوق ذهبوا إلى صناعات بديلة وأخذت منها بعض العناصر المميزة وجعلتها وين يا جماعة في شركتها هذه من الأشياء اللي كثير يا جماعة من البزنس والشركاتنا اليوم ما بينتبهوا إلها اليوم أنت كبزنس كمشروع كشخص بتحاول تفكر اليوم بتأسس بزنس لازم يا جماعة لازم وبشكل يعني خلنا نقول لك كبير تفكر خارج الصندوق تذهب إلى الصناعات البديلة تمام هذا مهم جدا وهذا أحد من أهم المبادئ الاسترازيس المحيط الأزرق الجماعة أو السوق الأزرق تبنتها أنه الذهاب إلى الصناعات البديلة طيب إذن حكينا عن الأربعة عناصر وكمان لو لاحظنا يا جماعة مؤسس سرك الشمس الكندي اللي هو اليوم فروته يا جماعة في العام كانت يعني في الـ 2018 تبلغ مليار و370 مليون دولار بعد ما كان يجمع هذا الشخص هو من الهواء في يعني الشوارع يعمل عروض بهلاوين في الشوارع اليوم هو من أصحاب الملايين نتيجة تبني السوق الأزرق ثروة مليار و370 مليون دولار تمام هذا نتيجة أنه تبنى تحركات واستراتيجيات وأدوى تقنيات السوق الأزرق طيب نتكلم عن أهم مبدأ في السوق الأزرق يا جماعة من أهم المبادئ هو Reconstruct Market Strategies إيش يعني يا جماعة إعادة بناء حدود السوق هذا من أهم المبادئ طبعا يا جماعة السوق الأزرق له ستة مبادئ أنا مفصلها في كتابي كيف تبحث في السوق الأزرق تكون خارج حدود المنافسة موجود هذا الكتاب على الموقع اللي بحب يقتنيه يعني أنا بتشرف فيكم يا جماعة تمام قلنا في ستة مبادئ أنا وردتها في كتابي لكن أنا اليوم حكي لك بس أهم مبدأ مهم جدا يا جماعة في السوق الأزرق وهو إعادة بناء حدود السوق لازم يا جماعة جميعنا كمشروع كبزنس كمفكر أنت أو حتى في وظيفة حتى أنت في براندك لنفسك تبنيه لازم تفكر يا جماعة خارج إطار الصناعة الحالية اللي انت موجود فيها تمام تذهب إلى ما وراء حدود الصناعة الحالية طب وين هذا المثال ضربنا قبل قليل يا جماعة في السوق الشمسة كنا ماذا فعلوا ذهبوا إلى عالم المصرح اللي انتبه معايا متابع ذهبوا إلى عالم المصرح وذهبوا إلى عالمين كمان البالي والفن والرقص والموسيقى ودمجوا بعض العناصر مع بعض وأخذوا عمله كوكتيل ودمجوه وين يا جماعة في سيرك الشمس الكندي فتميز هذا السيرك طيب زي ما حكينا يا جماعة منذكر طبعا هذا أهم مبدأ تفكر وضربنا المثال هذا طبعا جمع المبادئ مفصلة بشكل كبير إلى فصل كامل في كتابي كيف تبحث سوق الأزرق موجود على الموقع اللي بحب يقتنيه يعني يصيره كمان رمز جدا يا جماعة تمام بتمنى وبتعرف أنك تقتنوا هذا الكتاب طيب الآن خلينا أجل موضوع كيف تدخل السوق الأزرق وتصنع المساحة الجديدة الخاصة بك يا جماعة فيه فكرتين لدخول السوق الأزرق مدخل الأول أنه أنت الإتيان بأفكار جديدة بشكل بحث يعني أنت تيجي تقول والله أنا بدأدخل على عالم مثلا التطبيقات الذكية بدي أفكر بتطبيق لا يوجد له مثيل هاي معناها لما أنا أقول لك الإتيان بصناعات جديدة أو بمنتجات جديدة يعني تيجي على التطبيقات مثلا خلينا أضرب مثلا عشر مليون تطبيق منشورين على جوجل بلاي مثلا وعلى الآيوس تمام الآيفون هتقول لي والله أنا بدي أجيب تطبيق ليس له مثل قبلك ما حاجة أشياء أعمله طبعا إحنا يا جماعة بنخاف من حاجة أنه ما أنا حملت قبل هيك بنخاف فعلا تقول لي لا أنا فيه رسك كبير أنا هذه حاجة جديدة بخاف منه بقول لك هذا هو أحد المداخل الموجودة أنا مين وفيه يا جماعة مداخل نجحت خلي بالك أنا ما بحك هذا الكلام لأنه إحنا بنصرب لا جوجل يا جماعة أكبر مثال جوجل دخلت سوق أصدق من أوسع الأبواب جوجل ما فيه حدا بيعرفها تبنت هذه الاستراتيجية من مدخل يعني مدخل فاعل كان شركة جوجل ونجحت فيه يعني كانت تجيب لنا يا جماعة شركة بمتجات جديدة تمام وإحنا نتقبلها نتقبلها وأصبحت ذات شهرة واسعة جدا تمام خلينا أقول لك السناب شات يا جماعة أول ظهور له يعني أنا أذكر لما قرأت يا جماعة السناب شات كان 76 يمكن واحد استخدم التطبيق وبعد ذلك فشل يعني مروج ومنتج أو صانع السناب شات فشل في موضوع التطبيق لسناب شات في البداية جماعة بعد ذلك يعني عمل يعني إعادة بناء للنموذج الخاص به لتطبيق سناب شات وبعدها نجح هذا النموذج يعني مش شرط يعني تمام يعني أنت لازم لازم تفكر طب هذا قلنا المدخل الأول أنه أنت تفكر في الاتين بشيء جديد لم يتطرق إليه أحد قبلك طب المدخل الثاني أنه أنت اللي بخافه يا جماعة اللي بخافه يخاطره تمام بقول لك جيب أفكار من السوق الأحمر السوق الأحمر يا جماعة عرفنا بقولنا هو الصناعات المألوفة اليوم الصناعات والمنتجات والخدمات المألوفة في عالمنا اليوم يعني زي صناعة السيارات صناعة التطبيقات صناعة الأجزة الذكية أصبحت في سوق أحمر يا جماعة بعد أن كانت الأجهزة الذكية في سوق أزرق أصبحت اليوم في سوق أحمر إنك تيجي بأفكار من سوق أحمر وتجيب أفكار جديدة وتعمل توليفة توليفة خاصة وتشكل فكرة سوق أزرق جديد تمام جماعة استوابته أني أذهب إلى سوق الأحمر وأقول له هدت لي منك فكرة بالله من عندك تمام وأجيب أفكار جديدة وأحط هذه الأفكار في الخلاط يا جماعة وأعمل فكرة لسوق الزرق جديد تمام هذه الفكرة بشكل عام طبعا أنا في كتاب وضحتها بأمثلة عملية بأمثلة عملية موجودة في الكتاب أنا وضحتها بإمكانك ترجع إلى هذا الكتاب طيب وضربنا مثلها يا جماعة شركة طورانس ايرلاين مثلا لما ذهبت إلى قطاع النقل البري وجابت عناصر مميزة لهذا القطاع ونقلتها في المنحنة التنفسي الخاص بها وبعد ذلك أبحرت من خلالها السوق الأزرق وضربنا مثال موضوع الوجبات قلنا كيف استثمرت عنصر الوجبات وأن التكلفة المنخفضة في قطاع النقل البري ونقلت هذه الميزة لمنحنة التنفسي وأبحرت من خلال هذه الفكرة طبعا مش هذا الأنظر يا جماعة اللي خلالها يبحر في منحنة كامل بتكون من 6-7 عناصر هو اللي خلالها يبحر احنا لكن نضرب مثال يعني طيب نجيب قصص نجاح بشكل سريع أنا هيك اتأخرت كثير يا جماعة في هذا اللايف نجيب يا جماعة أمثلة شركات أو قصص نجاح على شركات تبنت منهجية السوق الأزرق أو استجد السوق الأزرق ونجحت في مجالها شركة دوبونت يا جماعة هذه الشركة متخصصة في إنتاج الصويا والنتاجات الزراعية هذه ماذا فعلت يا جماعة ذهبت وغزت السوق الأفريقية وأوجزت لها مساحة جديدة هناك وأوجزت طلب جديد شوف كيف الروعة ذهبت وغزت السوق الأفريقية وأوجزت لها مساحة جديدة من السوق وطلب جديد وسبائي جدد حققت الشروط الخاصة بالسوق الأسرق طبعا يا جماعة هذه مخاطرة كبيرة جدا يعني فيش أي شكرة أي شركة بتفكر بمثل ما فكرت به دوبونت يعني كل الشركات اللي كانت تفكر تغز السوق الأفريقية كانت خايفة جدا لكن ما عدا دوبونت غامرت كان عند نوع من المخاطرة والجرأة يا جماعة لأن السوق الأسرق زي ما حكينا الإبداع يا جماعة والجديد والأفكار الإبداعية والأفكار الجديدة قلنا السر أو كلمة السر في البلو أوشن استراتيجي هي الإبداع لازم يكون عندك يا جماعة تكار قيمة أو إبداع هذا مهم جدا فدوبونت ماذا فعلت يا جماعة أوجدت مساحة جديدة من السوق لم يتطرق إليه أحد من المنافسين مساحة نائية مساحة لم يأتي إليه المنافسين حققت مئة مليون دولار مئة مليون دولار نتيجة غزوة لهذا السوق يا جماعة شوفوا راوعة البلو أوشن استراتيجي والأفكار وتربعت طبعا على عرش اللي هو من المنتجات الزراعية وخلينا أحكي لك صنافتها شركة كلاريفيت كلاريفيت أنا لتكس يا جماعة لتوب وان هندرد كامبانيز أو جلوبال إنيفاتوري يعني إيش صنافوها من الشركات الإبداعية لأنها تنتهجي الفكر الإبداعي في منتجاتها تمام هذا المثال خلينا أمشي طبعا على السنة السابعة للتوالي هذا تكرمت هذه الشركة ليش؟ لأنه دائما تتبنى أفكار جديدة وإبداعية وإن هذا هو السر فإنه هي أبحرت في السوق الله أصدر طيب سرك الشرب سرك كندي يا جماعة بلغت إراداته السنوية ثمانمائة مليون دولار بعد أن كانوا مجموعة من الهواء في الشارع وكانوا يعرضوه يا جماعة من عرض بحلوانية أصبحت إراداته السنوية أكثر من ثمانمائة مليون دولار تمام وعرضنا يا جماعة المصفوفة الخاصة بهذا السر لو منسميه سرك دو سوليل سرك دو سوليل تمام هذا السر عرضنا يا جماعة المصفوفة الخاصة به وحكينا عن العناصر التنفسية اللي ميزت هذا السر طيب وقلنا تبلغ ثروة هذا القيل اللي بيرتين مؤسس سرك الشمس كانت يا جماعة مليار وثلاثمائة وسبعين مليون دولار طبعا أنا أرفقت يا جماعة في الباوربوينت الخاص بالمدى التدريبية اللي أنا بشرح أقاعد منها أرفقت بعض الصور التوضيحية وأرفقت النسيج الاستراتيجي اللي هو الاستراتيجي كانفاس لساوث ويست إيرلايونز ولسرك الشمس الكندي انتوا اتصفحوا هذه المادة وحتى تفهموا أكثر إن شاء الله طبعا صور أنا بعرضها لأحد يعني منتجات شركة ساوث ويست إيرلايونز ولسرك الشمس الكندي بنحكي يا جماعة كمان عن شركة نابي للحافلات شركة نابي للحافلات لصناعة الحافلات الثقيلة هذه يا جماعة أيضا تصدرت السوق الأزرق طب إيش الفكرة اللي كانت بتراودها هذه يا جماعة الشركة شو الدراسة شو عملت ذهبت إلى قطاع النقل بالسيارات وجدت أنه يا جماعة السيارات مصنوعة من الحديد الثقيل القابل للصدى والملوث للبيئة هذه ماذا فعلت اشتغلت على هذا الموضوع إنها ذهبت إلى الفايبر غلاس وصنعت البصات أو الحافلات من الفايبر غلاس طبعا الفايبر غلاس يا جماعة مادة خفيفة الوزن ومادة يعني إصلاحها وصيانتها ذات تكلفة قليلة طبعا مقارنة بمين بالحافلات اللي هي مصنوعة من الحديد الثقيل طبعا بتحتاج صيانتها تكلفة عالية جدا تمام فبالتالي أصبحت شركة نابي ابتكرت بصات يا جماعة يعني صيانتها قليلة التكلفة أيضا غير ملوثة للبيئة هذه مهمة جدا ليش لأن وزن البص يا جماعة الوزن الخاص به غير ثقيل كمثيل وين في الشركات الأخرى فبالتالي هو خفيف الوزن بالتالي العوادم الناتجة هي خفيفة أو تكد خلينا نقول تكد تكون يعني يعني غير ملوثة بشكل كبير كمثيلاتها في الشركات الأخرى فبالتالي هنا من هذه المميزات كان أيضا حتى سعرها يا جماعة كان سعرها منطق نوعا ما فبالتالي هي تميزة يعني خليني لو أنا استعرضت المنحانة التنفسي معكم الآن لشركة نابي حلاقي إنه يا جماعة شركة نابي تميزت إنه البريتشيز كان يعني سعر الشراء كان فيها عالي شوية بينما بينما مثيلاتها كان أقل ليش يا جماعة لأنه هي اعتمدت المحافظة على البيئة وصنعت البلصات من مادة الفايبرغلاس وبالتالي هي مادة خفيفة الوزن فبالتالي التكلفة تصنع كمان قليلة فبالتالي الشركات والبلديات مثلاً والتي بتقتني هذه البصات أصبحت يعني تشتريها بشكل كبير أو ترغب في الشراء لماذا؟ لأنه هي غير ملوثة للبيئة تكريد سينة قليلة فبالتالي فبالتالي هي أصبح هناك موتيفيشن أنه البصات هذه ينباعه ويتم الشراء قبل هذه الشركة التآكل والصدقة فيها كان نسبة تكاد تكون معدومة بينما يا جماعة الكوروجين أو التآكل والصدقة في المنتجات الأخرى للشركات المنافسة كانت عالية جداً أنه تصدق هذه المنتجات هنا بنعاني للأسف من السيارات تصدق بشكل سريع أيضاً تكلفة السوق الأحمر بينما في شركة نابي كانت قليلة هذه صيانة التكاليف الفيول كونسامشين أيضاً استهلاك الوقود كان يا جماعة لدى شركة نابي أو البصات التي تلججها شركة نابي منخفضة جداً يعني تكلفة الوقود استهلاكه كان قليل بينما في الشركات الأخرى المنافسة عالي جداً هذا تكلفة هذا قوز أوكي طب خالنا نقول ماذا أوجدت جديداً ماذا أوجدت جديداً يا جماعة ركزت أيضاً يعني عنصر الكرياشن أو عنصر الإبداع لديها شو صار يا جماعة أنه هي ركزت على البيئة لا لاحظوا الشركات السيرات يا جماعة ما بتركز على موضوع جوجة البيئة وتحسين البيئة وعدم الضرار في البيئة لكن شركتنا بفكرت أنه هي بموضوع الحرص على نظافة البيئة وأنه البيئة رقم واحد عندها شوفوا كيف فهذا بخلي رغبة كثير من الناس يشتروا منها لأنه هي عندها مبادئ وقيم أنها تحافظ على البيئة يا جماعة في المتجات لاحظوا كيف الإبداع التفكير طيب أيضاً الشكل الهندسي والتصميمي حرصت على أنه يا جماعة يكون في إبداع في التصميم الهندسي لبصاتها أيضاً وعرضنا أنتوا هتشوفوا صورة في المجلسة الربية رائحة تلحظوا هذا الكلام من المادة التدريبية أيضاً الكاؤسومار فرندلس يا جماعة برضو ركزت على موضوع إرضاء الزبان والعلاقة الودية طبعاً هيك يا جماعة أنا وصلت لنهاية محاضرتي أتمنى تكونوا استمتعتوا في هذه المحاضرة طبعاً اللي استفادت يا جماعة أو أضفت لها قيمة أو معلومة أتمنى يشارك هذا الفيديو لغيره من الناس لأصدقاء أو لأصحابه لعلهم يستفيدوا من هذا المحتوى من هذه المادة التدريبية جماعة أذكركم أعظم ضرورة الانضمام لقناتي لسوشال ميديا الإعجاب بحساباتنا جماعة ضروري جداً تشاركوا يعني في الدهاتنا وتكونوا معنا وأي سؤال يا جماعة أنا جاهز بشكل مجاني في هذا الموضوع تمام أي سؤال لك توجه لي بهذا السؤال وسأجيبك بشكل يعني مجاني لا أريد أي أجرى أو تكلفة يا جماعة أرحب بك بأي سؤال وأي استفسار طبعاً أخيراً خلينا أنا أفتح العفو يا أحمد أنا أشكرك للمتابعة ووجودك معي لآخر المشوار طبعاً يا جماعة اللي لديه سؤال أنا جاهز من لديه سؤال فيتحدث معي اللي عنده سؤال يتفضل اللي عنده سؤال يا جماعة في مواضيع ممكن يعني في نفس الموضوع أو في موضوع مختلف اللي عنده سؤال يتفضل يعني يخلي أني يعني بدأ أحاول أنهي هذا اللايب طبعاً اللي عنده سؤال يتفضل طيب أعتبر لكل مفهوم طبعاً يعني في مناسبات أخرى العفو يا أم أسأتش العفو العفو يعني هل أنت متابعنا يا أم أسأتش من البداية يعني بحسك استفدت يعني إن شاء الله إن شاء الله تكون استفدت يا جماعة جماعة أنا بدي تحكولي رأيكم بموضوع المحاضرة هل كان مثري وشيق وجميل يعني وسفدتم إن شاء الله طيب يعني في النهاية لا أشكر حضراتكم ومن تبعني لنهاية هذه المحاضرة بتمنى دائما تدعمونا يا جماعة بشير وبلايك وتشاركوا أي شيء نحن بنشاركو لو أضفت لك قيمة لا تنساني من دعوة في ظهر الغيب فمحاضراتي وعلمي ومعرفتي هي صدقة جارية إن شاء الله تستفيدوا منها شكرا لكم وللاستماع وللمشاهدة وتصبحنا على ألف خير